هذا ولدى استقبال سموه للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر تحية شكر وتقدير لكل عامل بحريني كرس وقته وجهده لبناء نهضة وطنه والزهارة وقال سموه إن الحكومة تدعم كل عامل أعطى وبدل وترى فيه الثروة الحقيقية واليد التي تبني وأنجزت صروحا تنموية تبعث واليوم كل الفخر والاعتزازة ونوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالصورة الجميلة التي يعكسها اليوم التعاون والتكامل بين الاتحادات العمالية ليقدم النموذج المشرق للوطن البحريني المواطن البحريني الغيور على سمعة بلده والحريص على إبراز إنجازاتها وتقدمها في الخارج قبل الداخل هذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر إقضبية المجلس التنفيذي للاتحاد الحر للنقابات عمال البحرين يتقدمهما السيد يعقوب يوسف محمد رئيس المجلس التنفيذية وخلال اللقاء عرب سموه عن الاعتزاز بالعمل النقابي في مملكة البحرين وما يؤكد عليه من تطور العمل العملي في المملكة والحرص المتبادل من أجل الوصول بالبيئة العمالية إلى المستويات التي تحقق طموحات العامل البحريني وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن جهود الحكومة في مجال العمل والتوظيف وفتح أفاق جديدة تضمن استيعاب السوق للعمالة الوطنية وسط أي ظروف وتحديات وإن كانت معززة لمركز البحرين في المؤشرات العمالية الدولية إلا أن الهدف الأوحد والأسمى لهذه الجهود هو خدمة المواطن وتوفير العمل اللائق لها وشدد سموه على دعم الحكومة لكل جهد يسهم في توفير المزيد من الحقوق العمالية عرفانا منها لما قام به عمال البحرين من دور مهم ومحوري في بناء نهضة الوطن وازدهاره باعتبارهم محرك التنمية وشريانها الأساسية وحث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ضرورة الوعي بأن تركيز البعض على الدول المستقرة عمليا لن يتوقف نذا على المعنيين بالشأن العملي أخذوا الحيطة في توحيد الجهود والكلمة لتوفيط الفرصة على كل من يريد النيل من إنجازات البحرين العمالية وأثنى سموه على الجهود الطيبة التي يبزلها الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين في دعم وتعزيز الحركة العمالية البحرينية وهي جهود مشكورة حكوميا وعماليا وقد أعرب رئيس وأعضاء المجلس التنفيذين للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين عن الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على دعم سموه المتواصل لكافة الجهود التي تعزز الحقوق العمالية وتضمن للعامل البحريني بيئة عمل مثالية مؤكدين لسموه سعيهم المتواصل لإبراز الوجه الحضري للعمل النقبي في مملكة البحرين وما توالي الحكومة بذله من جهود من أجل تحقيق المزيد من المكاسب للعامل البحريني اشتركوا في القناة